بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بحضراتكم احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن الرئة تمام؟ وقلنا ان هي اللي بيتم فيها عملية استبدال الأكسجين بثاني أكسيدي الكربون وبتقوم الشرايين بحمل الأكسجين عشان توديه للقلب عشان يتم توزيعه على الجسم كله طيب انا ايه المشكلة عام دي بقى في الايه؟ ما يسمى بجلطة الشريان الرئوي ده موضوع خطير ليه بقى؟ لانه بيحصل ان يكون فيه واحد او نخليها أسئلة عشان نخلي الموضوع أسهل ويوصل لحضراتكم بشكل بسيط اول حاجة هنسأل سؤال مين اللي عرضه ان يحصل له جلطة في الشريان الرئوي هذه النمرة واحد نمرة اتنين ايه العلامات والأعراض اللي بتظهر في العيان اللي عنده مشكلة في الشريان الرئوي نمرة ثلاثة ازاي يشخصه؟ طيب انا عندي المشكلة المرضى اللي هو ممكن يحصل عنده جلطة في الشريان الرئوي يبقى اي حاجة موجودة في الجزء بتاع الأوردة يعني لو انا عيان بيعمل عملية عظام ماشي وانا هعمل له عملية تقوير للمسهورة بتاعت العظم نفسها يبقى انا عرضه ان يحصل جزء من الدهن اللي موجود ده يخش في الأوردة ويتعمل له عملية سحب وشفط عشان يطلع يروح للقلب ويروح للشريان الرئوي ويخرج منه يروح للرئة فيسد جزء منه طيب ادي واحد نمرة اتنين العيان اللي هو عنده أورام نمرة ثلاثة العيان اللي هو عنده جلطة في رجل من الرجلتين بتوعه يعني عنده جلطة في رجله تمام وما بياخدش علاجها وما بيسعاش ان هو يخليها تتحسن او يدوب الجلطة اللي موجودة بقدر عشان ما يحصلش ان ايه الدم ياخد الجلطة اللي موجودة دي ويرجع يوديها في القلب عشان يوديها للشريان الرئوي إلا هيوديها للرئة فيوقف جزء من الرئة فيحصل ايه في جزء من الرئة ان الجزء ده يرد الايه يخلي يحصل الارتداد للدم والضغط على الغرفة العليا اليمنى في القلب فيعمل لها توقف فيؤدي الى الوفاء هي دي مشكلة الايه جلطة الشريان الرئوي طيب مين كمان اللي ممكن يبقى عنده عرضة في الكلام ده العيان اللي هو بيستخدم ادوية من الادوية اللي هي محزورة او ممنوعة اللي هو مثلا بيشرب مخدرات اللي هو بيشرب سجائر كتير السجائر من الحاجات اللي بتعمل مشكلة كبيرة جدا لانها بتأثر اول حاجة بتأثر على الرئة فبتخلي الرئة نفسها اللي هي مفروض ان هي طرية ونعمة وما هي مفروض ان هي وظيفتها انها تنتفخ يعني يحصل فيها عملية تمدد فتستقبل الهواء من الخارج ويحصل فيها عملية انكماش فتطرد الهواء للخارج مرة اخرى بيخليها تبقى ابطأ في التعامل مع الهواء بيخلي قدرتها على استقبال الاكسجين اقل وبيخليها ما تقدرش تقوم بوظيفة الحيوية العادية وبيخلي الشرايين بتاعتها برضو تبقى في اضعف حالتها فيبقى سهل جدا ان اي جلطة تيجي تبقى تترسب برضو اللي كان عنده كوفيد قبل كده او كان عنده كورونا وبرضو ما بيتابعش علاجه او ما بياخدش حاجة لسيولة باستمرار برضو عرض ان يحصل له مشكلة الجلطة بتاعتها طيب العيان ده ممكن يبقى عيان مثلا واحد او واحدة خارجة من ولادة ممكن يحصل لها انستداد في الشرايين الرئوي واحد عمل عملية عيون اي حد عمل عملية جراحية لابد ان يكون هناك احتياط في ان انا بعمله اشوف هل هو عنده مشاكل في التجلط ولا لا دي نمرة واحد نمرة اتنين لازم بديله كمية محالين كفاية وخصوصا الاغلب العينين اللي هم بياخدوا بيتعرضوا لعمليات عظام او كلام من ده مهم اوي ان انا تابع فيه بجد واهتمام موضوع اللي ممكن يحصل له جلطة في الشرايين الرئوي بسهولة برضو مهم اوي ان انا بقى عارف من العيان ده اول حاجة بيشتكي منها بيشتكي من ايه من الالم في صدره وبعدين بعد كده يبتدي يجي له كحة والكحة دي ممكن يكون معها كحة في ايه بدم عدد دقات قلبه بيتصاعب نفسه بيبقى ز دايد ومبقاش عنده نفس كفاية لما بشوف تركيز الاكسجين عنده في الدم بلاقيه بيقل بلاقي عنده قلم شديد في جسمه ممكن يبقى عنده برضو مشكله تحصل ان يحصل عنده ايه يجيله يبقى فيه بول البول بتاعه بقى فيه دم بقى فيه عنده تعب شديد جدا مش قادر ينام في الات لازم يقوم يقعد ويسند نفسه مهم اوي ان انا الاحظ في العيان اللي عنده مشكلة في الشريان الرئوي ان المشكلة هنا كلها مشكلة ايه وقايا يعني وقايا قبل ان يحدث هذا الامر لانه لو حصل والرئة حصل فيها انسداد في بعض الشريانها يبقى الحتة دي مش هتشتغل وهتبتدي ترد الضغط بتاع الدم نحية القلب فتؤدي الى توقف ان شاء الله ما يبقاش فيه اي حد يجيله اي ضرر وانا ساعدت بلقاء حضراتكو النهاردة والحلقة القادمة حلقة سريعة ومهمة ويريد حضراتكو التابعوا شوف حضراتكو على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة